بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدين ومتابعين وحلقة جديدة من إسأل مع دعاء نحن نتتبع الخلق أو الأخلاقيات في القرآن الكريم سواء كانت هذه الأخلاقيات حميدة وربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا بأننا نتمسك بها أو كانت هذه الصفات أو هذه الأخلاقيات مزمومة وربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا أن نتخلى عنها النهاردة يعني وصلنا لصفة أو خلق البخل جرنا ربنا يجرنا من فكرة البخل لما حد يبقى بخيل على أهل بيته أو على أولاده أو على زوجته أو على الناس عمتا أو على نفسه يعني دايما الناس تقول لك إيه عصو بيبقى بخيل كمان في المشاعر هو يعني مش محتاجين نقول الكلمة يعني هو لما يبخل عليهم في الأكل مشاعر إيه بقى مش عايزين مشاعر حقيقة إحنا مش لقيه مش عايزة تأكلنا فمش عايزة كلمة إيه أنت كويسة مش عايزاها أنا عايزة تأكل ولادك أو تأكل مراتك أو تكسيهم أو تلبسهم أو بعد كده ممكن نتطرق لفكرة أنك ممكن تأكل أو تكسي الفقراء أو كده زي ما ربنا أمر فأنت هتبقى بقى بخيل بعد كده في المشاعر ما أنت زكاة الاحتياجات الأساسية أنت مسكها عليهم فيفيد بإيه بقى الكلام خلونا نسأل فضلت الشيخ أحمد الصباغ اللي بينوارنا دايما زي حقيقة فضلت الشيخ أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء مرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء وصلى على الحبيب ألبك طيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف لام باء خاء لام البخل دي صفة ذميمة صفة خبيثة أهل العلم يقولوا البخيل بعيد عن الله بعيد عن الجنة بعيد عن الناس قريب من النار يا سيطر يا رب أما ليه ربنا سبحانه وتعالى ورد أن الله يبغض البخلاء وبغضه للغني البخيل أشد الله لا يحب البخيل سبحانه وتعالى ولذلك في عندنا يا فندم أشد من البخل حاجة اسمها حديك قولها كده ألف لام شين ح شح الله يفتع عليك إيه الفرق بين البخل وبين الشح القرآن يقول ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون قالك البخل قد يبغل الإنسان على نفسه بما في يده إنما الشح أشد قد يبغل الإنسان على غيره وعلى نفسه ويطمع فيما عنده غيره رغم أنه ما يكفيه عنده ما يكفيه بس باصص لإيه لغيره باصص لغيره ده الشح ده الشح يعني بخيله باصص للمعارضة عنده ما يكفيه بس باصص لغيره